أما وزير والمالية العزيز فايد فاتباحث أمس مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لجيان سبولا ترقية الاستثمار وتعزيز التجارة البينية وأشكل اللقاء الذي جرى بمقار الوزارة فرصة لاستعراض واقع العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية والوسائل الكفيلة بتعزيزهما أكثر فأكثر وأكد الجانبان على المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما ترقية الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية فضلا عن التعاون في قطاعي المنشآة والتنمية كما تم التركيز بشكل خاص على تمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى على غرار استغلال منجم الحديد بكارج بلاد والفصفات المدمج بشرق البلاد وميناء الوسط وكذا السككي الحديدية